بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 2 Engineering Materials وبنتكلم على الميكانيكال بروبرتز او الخاص الميكانيكية والخاصية اللي معنا اللي هي It is the property of a material enabling it to be drawn into wire with the application of tensile force خاصية في المادة بتمكنها من السحب الى اسلاك عن طريق تطبيق tensile forces او قوة شد. The ductility is usually measured by the terms percentage of reduction. بتقاس خاصية الدكتيلتي اما بالpercentage of elongation او نسبة الاستطالة وبالطبع كل ما زادت نسبة الاستطالة كل ما زادت الدكتيلتي او percentage reduction in area او نسبة الانخفاض في اه مقطع العينة وبالطبع ايضا كل ما زادت نسبة الانخفاض كل ما زادت الدكتيلتي الدكتيلتي بتبين طبعا اللي هو التشوه اه اه منطقة بتاعت التشوه اللي بتحصل هنا كل دي المنطقة اللي هي بتبين الدكتيلتي ودي بيستخدمها الفورم انجينيرز او مهندسي التشكيل. خاصية اللي بعد كده اللي هي البرتلنس او الهشاشة. It is the property of a material opposite to ductility. عكس الدكتيلتي. It's the property of breaking of a material with little permanent distortion. ده طبعا الدكتيل material بيحصل فيها distortion كبير قوي قبل ما يحصل هنا. لكن بالنسبة البريتل ماتيريال بيحصل عندي انه مباشرة بعد. لو قولنا مثلا دي منطقة الخضوع فهنا منطقة التشوه بسيطة جدا. اللي هو قبل little permanent distortion. وبعد كده بيحصل fracture without yielding. حتى منطقة الخضوع ما تبقاش ظهرة كفاية في البريتل ماتيريالز. خاصية اللي بعد كده اللي هي الطوفنس. It's the property of a material to resist fracture due to high impact loads like hammer plows خاصية بتمكن المادة من مقاومة الكسر نتيجة الامباكت لود أو الصدمات زي مثلا hammer plows أو طرقات المطرقة It's measured by the amount of energy that a unit volume of the material has absorbed after being stressed up to the point of fracture هي بتقاس بكمية الطاقة اللي بتبتصها المادة بعد طبعا ما يحصل لها stressed قبل عملية الكسر up to the fracture of point of fracture This property is desirable in parts subjected to shock loads and impact loads طبعا الخاصية دي خاصية مهمة جدا والmaterials اللي بتتمتع بهذه الخاصية بنستخدمها في الاماكن اللي بتتعرض الى صدمات او احمال مفاجئة هنلاحظ هنا انه up to fracture point لان ده بيختلف عن resilience resilience هنا it's the property of a material to absorb energy and resist shock and impact loads وبتقاس طبعا ده برضو خاصية بتمكن المادة من امتصاص الصدمات او امتصاص الطاقة وبالتالي امتصاص الصدمات is measured by the amount of energy absorbed by unit volume within elastic limit يبقى مش up to fracture point زي ما تكلمنا قبل كده في الخاصية اللي فاتت اللي هي toughness هنا up to fracture point لكن هنا up to elastic limit elastic limit اللي هو الخط المستقيم اللي هو في تناسب طردي ما بين stress والstream يبقى ده نهاية elastic limit this property is essential for spring materials دي طبعا انا بستخدمها في الشوك ابزوربر اللي بنستخدمه في السيارات او مص الصدمات في السيارات نكتفي بهذا القدر وانا استكمل في الدرس القادم ان شاء الله